موسيقى طابة أوقاتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في صوت اليمن الأوضاع الإنسانية الآن غاية في السوء بل أن المتابع الدقيق لا يمكن له إلا أن يصفها بأنها كارتية لكن الأزمة الحقيقية أن عدد المتابعين لحقيقة الأوضاع في العالم أقل مما ينبقي هذا ما يقوله الواقع وهذا ما كشفته الندوة التي أقيمت مؤخرا بمقر الجامعة الدولية بجنيف حيث لم يصدق المشاركون فيها الفيلم الذي تم عرضه ولا أقوال المصابين ولا أهالهم الذين حضروا ليتحدثوا ويحكوا عن تلك الفضائع طالبة أمريكية شركة الندوة قالت أنها على الرغم من بعض المعلومات التي ينشرها البعض على فيسبوك وتويتر لأنها لم تكن كافية بالنسبة لها الطالبة لم تتحدث أو التي تتحدث ليست طالبة عادية هي متخصصة في الدراسات الدولية ويفترض أنها تتابع التفاصيل لكنها كغيرها لا يصلها كل شيء ولا تعرف الحقيقة ربما لهذا قالت الطالبة وهي نيفر باسيلي بعدما رأينا أشعر أن أمامنا مسؤولية لنجدة اليمنيين من خلال ما نطرحه في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان هذا من أشخاص متخصصين فما بلنا بالأناس العاديين وفي نفس الندوة أيضا وقفت تدرب الطب العام وقالت أنها بحكم تخصصها تتابع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني خاصة في مجال الصحة وتحديدا فيما يخص قضية ووباء الكوليرا لكنها في المقابل لم تكن تعرف أي شيء عن الانتهاكات الإنسانية في اليمن الأزمة أن أهل اليمن يعيشون في وضع صعب جدا والأمر الأكبر أنه لا أحد يشعر بهم قليلون من يعرفون حقيقة الوضع المأساوي الذي نعيش فيه أو الذي نعيش فيه ولا كيف ينفق المواطنون ولا كيف يتدبرون أمورهم المعيشية حيث لا رواتب ولا غذاء ولا ماء نقي ولا كهرباء ولا غاز ولا خدمات كأننا يعني عدنا إلى مرحلة العصر الحجري يأكل الإنسان ما يجد أمامه سواء من الشجر أو من بقايا الطعام أوضع معيشية مأساوية لا يوجد فيها خدمات ولا حتى مستشفى صالحة وإذا وجدت لا يوجد المال الكافي لتلقي العلاج هذه هي الحقيقة ومنذ اجتياح العصابة الحسين في سبتمبر 2014 نزلق نحو 75% من سكان اليمن إلى خط الفقر وقتل نحو 230 ألف شخص وتحولت الحياة وفقا لتقارير دولية إلى مأساة ومع الوقت أصبحت مأساة اليمنيين هي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة كشفت عن هول ما تعرض له الاقتصاد اليمني من نكبات وأزمات متلاحقة كانت بها الرئيس الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام طبعا كل هذا انعكس بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة وعمل على تدهر الحالة الإنسانية في اليمن وزاد من معاناة اليمنين التقارير الدولية تقول أن الاقتصاد خسر نحو 89 مليار دولار في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015 ومعزيات الحرب وتعطلات الأسواق والمؤسسات دمرة البلد التحتية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن هذا الرقم أثر بشكل مباشر على المواطنين وتسبب في انخفاض إجمال الناتج المحلي للفرد من 3577 دولار إلى 1950 دولار هذا المستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960 هل تتخيلون الأمر؟ اليمن في الوقت الحالي ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل حيث تجاوز مئة بلد آخر في مستوى عدم المساواة في السنوات الخمسة الماضية تقارير دولية كلها تصنف اليمن بأنها في وضع سيء جدا مركز بارداي للعقود الدولية في جامعة دينفر للبرنامج الأمم المتحدة ذكر أن الحرب في اليمن تهدد الآن يعني بأن يكون سقانها هم الأفقر في العالم إذا استمرت حتى عام 2020 حيث يعيش بحسب التقرير نحو 79% من السقان تحت خط الفقر ويصنف 65% من اليمنين أنهم فقراء للغاية وقالوا أنه بإمكان اليمن إحراد تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت تنمية بشرية لما يقارب 21 عاما هل صدمتكم الأرقام؟ ماذا عن الأوضاع نفسها؟ هل نزيدكم من الشعر بيت؟ تقرير تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة توقع ارتفاع حدة الفقر أيضا وأكد أن اليمن بحلول 2022 سيكون أكبر فجوة فقر في العالم فاصل ونبدأ الحلقة هذا هو محل استهداف الحواثة الذين استهدبوا المواطنين وهن نائمين هذا هو الصاروخ هذا هو الصاروخ اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام يسرني أن أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو الأستاذة هدى صراري رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات والحائزة مؤخرا على جائزة الأرورة لصحوة الإنسانية العام 2019 التي تم تكريمها في أرمينيا مؤخرا بهذه المناسبة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم لصحوة الإنسانية هم من عدة دول لكن الثلاثة النومنيشن الذي تم اختيارهم من قبل اللقنة المنظمة لقائزة الأرورة هم ثلاثة فقط من اليمن ومن نيجيريا ومن العراق كان الفائز بالقائزة المالية هو العراقي ميرزا ضناي طبعا الجائزة هي تعبر عن الصحوة الإنسانية وقائزة تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان لمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان ومواصلة العمل في المجال الإنساني والحقوقي ودعم ملفات المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون بها في دولهم كانت من ضمن القضايا التي عرضت على المنظمي جائزة الأرورة هي القضية اليمنية وقضية مسألة انتهاكات المعتقلين والسجون السرية في اليمن والتي أيضا حصلت على تضامن كبير أيضا في دول العالم الخارجي وكانت هناك وسائل إعلام خارجية وأيضا في أرمينيا مهتمة جدا بالشأن اليمني ومن ضمنه ملف انتهاكات الاعتقال التعسفي والإخفاء القصري ومن هنا جاء الترشيحي حقيقة لا أعلم من هو رشيحي لأن الترشيح يأتي من منظمات دولية ومن عاملين في مجال حقوق الإنسان ومن ثم تعرف أنه تم اختيارك للفوز بالجائزة ضمن ثلاثة مترشيحين أخيرين نعم لكن يعني نتحدث بصراحة يعني منظمات حقوق الإنسان في اليمن يعني ربما فقدت الكثير من سمعتها وفقدت الكثير من النزاهة هي لم تفقد النزاهة ولم تفقد المزاقية لكن التشتت في العمالة تشتت في مجال الرز والتوتيق لإظهار وإبراز قضايا الانتهاكات التي تحدث في اليمن منذ سنوات الحرب وحتى يومنا هذا أفقدها بعضا من المزاقية لأنه المفترض أن تعمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي تحدث فيها انتهاكات بشكل جماعي أو بشكل شبكة بحتى أنها تصدر تقارير موحدة حتى يهتم الرأي العام الخارج وتهتم المنظمات والوكالات الإنسانية المهتمة بالشأن اليمني وحتى أيضا تشكل مزاقية لما يحدث في اليمن لكن الآن تعمل أغلبية المنظمات هذه وفق أطر سياسية يعني مثلا الحوثي حشد الكثير من المنظمات سواء في الداخل أو في الخارج بدعم إيراني بدعم من جهات طائفية وصار هناك عمل سياسي أكثر من كون عمل حقوقي إنساني ما المعيار وما الضابط في الموضوع؟ للأسف مثل ما تفضلت الآن أنه هناك بعض من أطراف الصراع اتخذت من العمل المجتمعي أو العمل الإنساني وسيلة إلى الفوز بالملف السياسي باعتقادي أن المنظمات التي أقحمت الملف الحقوقي وأدخلته ضمن الملف السياسي هي متهمة بالأول والأخير عما يحدث من انتهاكات في اليمن وهي لا تقل انتهاكا عما يقترفه أطراف الصراع بأنها تضل للرأي العام الخارجي وأيضا تضل للرأي العام المحلي بما يحدث أو بحقيقة ما يحدث داخل اليمن هناك معايير يجب أن تلتزم بها منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والراصدين والمدافعين عن حقوق الإنسان أولا التحلي بالموضوعية التحلي بالحياة أن يقف إلى صف الضحية وأن يستعرض كل انتهاكات أطراف الصراع في اليمن دون أي محايدة أو أي مفضلة من خلال تجربتك هل بالفعل كان هناك حياد ونزاهة في نقل الصورة عن حقيقة ما يجري في اليمن طبيعي هناك أجندات سياسية قد تعمل بها منظمات المجتمع المدني أيضا هناك أجندات وأهداف سياسية تعمل بها الوكالات والمنظمات الدولية تبعا لما يحدث في اليمن فهي تريد أن ترى الصورة التي تريد أن تراها لكن حياد منظمات المجتمع المدني والمدافعين وإبراز الضوء وتسليط الضوء على مثل هذه القضايا يلزم هذه المنظمات باحترام المجتمع المدني المحلي أو المجتمع الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان أو المدافعين في حقوق الإنسان فبالتالي نحن لا نتبع منظمات دولية قد تكون لها أجندات سياسية معينة وقد تريد أن تبرز طرف عن طرف آخر من أطراف الصراع لكن التحلي بالمزاقية، التحلي بالحياد التحلي أيضا بأنه هناك ضحايا يجب الانتصاف لهم ويجب أيضا أن يتم قبر ضررهم يتم معاقبة منتهك حقوق الإنسان هذه في الأول والأخير يجب أن نضعها في نصب أعينا كمدافعين عن حقوق الإنسان هل أنتم مطمئنون للوضع الإنساني في اليمن والحقوق؟ طبيعي لا أحد كان يعمل في المجال الحقوقي أو حتى المواطن العادي مطمئن لما يحدث في اليمن نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب وحالة حقوق الإنسان مزرية جدا هناك العديد من الانتهاكات هناك العديد من أطراف الصراع هناك عشرات الآلاف من الضحايا الذين ينتظروا الغوث وينتظروا أيضا الانتصاف للأسف ما يحدث في اليمن هو بشع جدا مأساة إنسانية بكل ما تحملها الكلمة من معنى يجب علينا العمل وبشكل حثيث جدا حتى على الأقل الرصد والتوتيق قائل أن يأتي اليوم الذي يتم الانتصاف للضحايا في اليمن يعني برأيك الأطراف كلها تبارس انتهاكات بحق اليمنيين بحق المواطنين بكل فئاتهم أطفال النساء من الذي يبارس انتهاكات أطفال؟ خلينا نكون منصفين كل أطراف الصراع ترتكب انتهاكات في اليمن ضد الضحايا لكن هناك نسب متفاوتة فمثلا ما يرتكبه الحوثيين من انتهاكات لا تعادل ما يرتكبه طرف آخر من أطراف الصراع تبعا لمنهجية الانتهاكات الموجودة في كل منطقة للأسف هناك انتهاك للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما أن هناك اشتباكات مسلحة هناك حرب وهناك قبهات قتال لكن هناك منهجية انتهاكات مختلفة في أماكن أخرى تسيطر عليها بعض الأطراف الصراع يجب أيضا وهي تحتزل ضمن القانون حقوق الإنسان يجب الانتباه لها ويجب أيضا تسليط الضوء عليها حتى يتم تضييق مستوى الانتهاكات هذه وتقويم الإنعواج في تلك المناطق من الذي يتصدر المرتبة الأولى من حيث الانتهاكات؟ بالتأكيد هم الحوثيين الذين يتصدرون أصلا من أدخل اليمن في هذا النفق المظلم غير الحوثيين انقلابهم على الدولة هم من أدخل اليمن في هذه الحرب منذ ما يقارب الخمس سنوات انتهاكات على كل المستويات على كل المجالات انتهاكات أدت إلى ترد الأوضاع الإنسانية ترد الأوضاع الحقوقية الأمن الإنساني يفتقده المواطن البسيط في اليمن لا توجد رواتب لا توجد صحة لا يوجد تعليم كل ما يحيط بالإنسان هو يعتبر انتهاكات قامت به جماعة الحوثيين داخل اليمن وهي ما أدت إلى استياء الوضع بهذا الشكل إلى اليوم هذا ما طبيعة الانتهاكات التي تمارس من قبل كل الأطراف وما أبرزها بالنسبة للحوثيين كونهم يتصدرون المرتبة الأولى طبعا أول انتهاكات التي يجب أن نقوم برصدها وأن نقوم بتسليط الضوء عليها هو مصادرة الحق في الحياة عملية القتل الإيداء البدني الاعتداءات التي تحدث الإصابات القنص استهداف حياة الأطفال النساء الفئات الهشة في المجتمع أيضا هناك مستوى انتهاكات أخرى تتعلق بالحياة العامة للمواطن مثل الرواتب الخدمات الصحية الخدمات الإنسانية انعدام المشتقات النفطية التي تتعلق بالمواطن أيضا الاتصالات كثير هي الانتهاكات أو رزمة الانتهاكات التي يجب العمل عليها اليوم وتسليط الضوء لكن مثل ما قلت هناك طرف من أطراف الصراع يرتكب بشكل مباشر انتهاكات تتعلق بحق الحياة للإنسان كان الحوثيين أو كان طرف آخر يجب أن نولي اهتمامنا بهذه الانتهاكات تبعا لأهميتها هناك تكارير تقول أن الحوثيين يقومون بانتزاع أعضاء الجرحة والبوتة وبيعها في لحظات معينة البعض مثلا يصل في حالة خطرة يتم أخذ أعضاءه وتخلص منه حقيقة وردتنا مثل هذه الشكاوة لكن نتيجة بعد المناطق التي يوجد بها الحوثيين أو لأنه مثل هذه الانتهاكات تحصل في جبهة القتال أو عندما تصل إلى أقسام الطوارئ والمستشفيات عندما تصل قثة الضحية إلى المستشفى لكن عملية التبليغ ورفع الشكوى بهذه الانتهاكات لم يتم العمل عليها نتيجة لخصوصية هذه الانتهاكات أيضا أهالي الضحايا أو الضحايا أنفسهم ممن قد يتعرضون للإصابات أو للإدقار بعض من أعضاءهم لم تصنى بشكل مباشر مثل هذه الشكاوة حتى يتم العمل عليها وتسليط الضوء وبالتالي إعداد ملفات وتوتيق مثل هذه القرائم اليمن مؤخرا قال أنها تحولت إلى مركز دولي لتجارة الأعضاء ما معلوماتك حول هذا؟ نسبة لما يحدث في اليمن من قتل مستمر مدة الصراع في اليمن إلى جانب أنه لا يوجد صحة إهمال وتقصير في مؤسسات الدولة وبالتالي احتياج الإنسان البسيط إلى لقمة العيش وإلى العيش بكرامة قد يضطره إلى بيع عضو من أعضائه هناك أيضا جماعات تقوم بالإدقار بالبشر أكانت داخل اليمن أو خارجه وبالتالي يتعرض للابتزاز وبيع أعضائه للأسف الوضع الذي وصل إليه الإنسان اليمني يؤهله لأن يقوم ببيع أعضائه نتيجة غياب مؤسسات الدولة نتيجة غياب الاهتمام بالأمن الإنساني من الطعام والشراب وما يحيط به من ظروف معيشية صعبة يقوم الإنسان مضطر إلى بيع أعضائه يعني هذه واحدة تجارة الأعضاء واحدة من أنواع التجارة في بلد مثل يمن يشهد صراع مسلح لا نستبعد أن يكون هناك تجارة بالأعضاء هي طبعا كلها تندريج تحت مسمى تجارة البشر تجارة البشر في ظروف الحرب ينشأ تجارة الحروب وبالتالي قد تنشأ مثل هذه التجارة التي تبتز احتياج المواطن البسيط إلى بيع عضو من أعضائه حتى يتلقى مبلغ من المال ويستطيع العيش سوصلنا في احتياج مثلا من نسبة للكلاه هناك مشاكل حدثت بسبب نقص المياه أو تنوث المياه وبالتالي هناك سوق رائج في هذا الجانب لكن أيضا في جانب آخر الاتجارة بالبشر أيضا واحدة منها تجنيد الأطفال هناك أيضا تجنيد النساء حدثينا عن هذه عملية الإسجار بالبشر هي تجنيد الأطفال وتجنيد ميليشيا لنساء لا تدخل ضمن منهجية انتهاك الإتجار بالبشر الإتجار بالبشر لا خصوصية مثلا نقل مواطنين أثناء النزوح أو أثناء الهجرة الدولية زي ما تفضلت الآن وقلت المتاجرة بالأعضاء البشرية نتيجة احتياج معين لكن مسألة تجنيد الأطفال وتجنيد أيضا النساء وإنشاء ميليشيات مسلحة من النساء تقوم بقمع كل ما يناهض سياسة الحوثيين وأيضا التخابر لصالح البشرية أنا أتحدث عن تجنيد الأطفال بمقابل يعني يعطى عقال الحارات ويعطى مشرفه المديريات والمحافظات ليس أيضا بمقابل إنما قد تقبر الأهالي وتقبر الأسر بأخذ أطفالهم عنوة وغصبا عنهم ليتم إقحامهم في قبرة القتال وهناك من يساهمون مقابل راتب أو مواد غذائية نتيجة الاحتياج نتيجة الفقر نتيجة العوز للأسر اليمنية الخاضعة تحت مناطق سيطرة الحوثيين قد يضطر الأهالي بتجنيد أطفالهم أو ذهبهم إلى جبهة القتال مقابل مبلغ من المال هناك أيضا معسكرات في القرى هناك مشائخ يعملون لصالح جماعة الحوثيين يقوموا بتجنيد الأطفال أو أخذ الأطفال عنوة من أسرهم وذهابهم إلى معسكرات التجنيد ومن ثم إقحامهم في جبهة القتال هذه الحالات وردتنا أيضا صدرت في تقارير كثيرة جدا من ضمنها تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاة انتهاكات حقوق الإنسان أيضا تقارير منفصلة أصدرتها منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان مثل هيومير راتس ووتش مثل وكالة أسوشيت بيرس كيفية تجنيد الأطفال كيفية استغلال الفقر للأسر كيفية تجنيد أيضا مشائخ في قرى خاضعة لسيطرة الحوتيين بأنها تأخذ الأطفال من القرى وبالتالي ذهبهم إلى جبهات القتال أيضا هناك في مدن مثل إبن مثل الصنعان مثل عمران مثل مناطق أيضا توجد بها مشرفين حوتيين يقومون بتجنيد الأطفال وبعداد كبيرة جدا وبعمار صغيرة جدا يقتل هؤلاء الأطفال ويتلقى أبهاتهم أو أسرهم وبالغ من المال مقابل ذهبهم إلى جبهات القتال أو حتى مقتلهم أثناء الحرب هل لديكم تقارير أو إحصاءات حول عدد الأطفال الذين غرر بهم وزج بهم إلى ساعة المعارك؟ طبعا مثل ما قلت لك هناك تقارير أولا أصدرتها اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة حقوق الإنسان كهيئة وطنية معنية برز انتهاكات حقوق الإنسان في كل محافظات القمهورية أصدرت العديد من التقارير وأصدرت العديد من القصص وأصدرت أيضا العديد من الحالات التي تتبت تقنيد أطفال ومنهم المسؤولين عن التقنيد وما هي المناطق التي يتم تقنيد الأطفال فيها أيضا كذلك هناك مراكز عملت على إعادة تأهيل المقندين بدعم من المركز الملك سلمان تحكي قصص مروعة جدا عن كيفة إقحام الأطفال في قبهات القتال وما هي الإقراءات أو الآليات التي تم تقنيد الأطفال بها وكيف تم اختطافهم من أسرهم أو من قراءهم وإقحامهم في قبهات القتال إذن هناك تساؤل كبير يطرح نفسه ما الذي يمنع من تحريك دعاوة جنائية دولية ضد جماعة الحوثي لا يوجد ما يمنع تحريك أي دعاوة جنائية بس هناك سؤال يطرح نفسه هل اليمن مقاع على اتفاقية رومان المحاكم الدولية هذا ما يؤهلنا أننا سوف نقدم أو نرفع قضية بشأن منتهك من أطراف الصراع أو لا لكن أني أعول على الآليات الوطنية أكثر فعالية من الآليات الدولية مثلا قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا يلزم أطراف الصراع بعقوبات معينة ولا يتم معاقبة أطراف الصراع نتيجة الانتهاكات التي أرتكبها بحق الضحايا في اليمن لكن لدينا منظومة تشريعية يمنية ولدينا أيضا آلية وطنية هي اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاة حقوق الإنسان إلى جانب آليات دولية أخرى مثل الفريق الخبراء البارزين هذه الجهات تقوم بجمع ملفات تقوم بجمع وقائع توتيقها واستكمالها مثلا إذا نظرت إلى تقارير اللقنة الوطنية التي تصدرها كم عدد الملفات التي استكملت التحقيق في الوقائع فيها وكم من الملفات التي أحالتها إلى مكتب النائب العام حتى يصدر فيها أحكام وبالتالي هذا يجعلنا أن نمتلك مكتبة وطنية فيها المئات بل الآلاف من الانتهاكات ضد أطراف الصراع حتى يأتي الوقت المناسب لمحاسبتهم وكمان أيضا عرضهم على القضاء لنيل عقابهم نعم القضاء اليمني عليه أن ينتظر حتى تنتهي هذه الحرب ليس عليه أن ينتظر هناك مناطق يعمل فيها القضاء بصورة ممتازة جدا في المناطق المحررة القضاء يشتغل وبالتالي طبقا للملفات التي تم رفعها إلى مكتب النائب العام يعمل بها ويصدر أحكام هل صدرت أحكام؟ لحد الآن لم تصدر أي أحكام لكن هناك ملفات بالفعل تم مناقشتها مع مكتب النائب العام وبالتالي هي بصدد إصدار أحكام نحن ما زلنا في وقت حرب الحرب لم تنتهي حتى نعاقب أطراف الصراع لكن على الأقل يتم الاشتفاض بكل هذه القاعدة كما تفضلت تم إثبات مسؤوليتهم الجنائية المباشرة عن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وبالتالي بالإمكان محاكمتهم ومحاصرتهم أيضا بحيث أنه لا يتمكنوا من الهرب إلى بلد أخرى أو حتى يتم مطالبتهم من بلدان قد هربوا إليها وكي لا تصبح المسألة كيدية فيما بعد صحيح إذن يزدد الوضع الإنساني في اليمن قتامة جراء تفاقب الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية وأصبح الغالبية هم الأكثر تضرا وتهديدا بالموت تابع هذا التقرير ومن ثم نعود إلى الأشهر تلوح مجاعة في أفق اليمن حيث يواجه ملايين الناس خاطر الموت الوشيك من الجوع والأمراض ورصاصة الميليشيات الحوثية التي لا يمكن تجنبها والتي ساهمت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هذه الكوارث صنعتها الميليشيات الحوثية وجعلت ما بين الموت والحياة مسافة قصيرة من الألم والأوجاع التي لم تحرك ضمير العالم الوقف كل هذا العبث بأرواح الناس وأصبح لدينا الآن كارثة على الأرض وهناك حاجة للتميل والتدخل العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإمداد الناس بالطعام والمياه والصحة اليمن أصبح منهك ومع استمرار تدهور الوضع فأنهم المتوقع أن يزدد سوء التغذية الحاد الوخيم في حال لم يتم تجنب المجاعة القادمة التي تعتبر إحدى الكوارث الإنسانية الخطيرة فواصل زمنية متقاربة في ظل العجزة عن مواجهة هذه الكارثة واستجداء المساعدات الخارجية والعون الدولية للمساهمة في جهد دحر آثار هذه الكارثة ودق ناقص الخطر أمام تراجع دعم الهيئات الأممية مما سيؤثر حتما على برامج التدخل الإنسانية الأرقام التي تقدمها المنظمات الإغاثية المتخصصة تبدو مخيفة كون هذه الأزمة الغذائية تعتبر غير مسبوقة على مستوى العالم أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في الحقيقة كل مواطن يعاني بشدة في هذا الوقت الذي تبتعد فيه معظم المعنية بحقوق الإنسان عن المواطن فيما يؤثر عدد أو يؤثر بعدد منها السلامة أو المكاسر سواء تلك الأموال التي تحصل عليها بعض المنظمات من التقاسم تقاسم المساعدات مع جماعة الحوثي عدد قليل من المنظمات ومن المحسوبين عليها هم من يقفون مع المواطن ومع حقوق الإنسان ويقفون ضد حالة التخبط التي يعيش فيها ويحاولون بشدة طرق تقديم المساعدات له حال المنظمات والتنظيمات في اليمن هو مثال حي على ما يمكن أن يحدث في دولة غاب فيها حكم القانون وأصبح سيف الحوثي هو المتحكم إما أن تكون معه وتكتسب معه الأرباح أو تكون ضده وتتعرض لمضايقات ومتاعب ومشاكل صراحة الموضوع المنظمة نحن أخذنا فيه كثير وعندما نأتي على موضوع الحقوق نجد أنه حتى النساء تعرضنا لانتهاكات بالقة ومأساوية منها جسدية هناك ما تم توثيقه وهناك ما لم يتم توثيقه يعني ما حجم المعاناة وما حجم الضغوط التي تبقى على النساء في هذا الفترة حقيقة وردتنا العديد من الشكاوى وردتنا العديد من البلاغات بقيام جماعة الحوثيين باعتقالات في سجون سرية في مناطق سيطرتهم خاصة في صنعاء واستخدام النساء بأشياء غير إخلاقية للضغط على عناصر سياسية لإدلالهم فيما بعض أيضا استغلال النساء في عملية الإغاثات التي توزع للمواطنين من قبل المنظمات الدولية أو حتى الضغط على أسرهم من أجل تقاضي مبالغ من المال أو حتى عدم العمل ضد سياسة الحوثيين داخل صنعاء المئات من النساء ما بين عمر 14 سنة إلى 55 عام قابعات تحت سجون سرية لدى مناطق سيطرة الحوثيين وردتنا العديد من الشكاوى والحالات التي تم توثقها لكن نظرا لحساسية هذه القضايا ولمكانة المرأة في المجتمع اليمني ارتكبت جماعة الحوثيين العديد من الانتهاكات منها التحرشات الجنسية منها الاعتقالات التعسفية الإخفاءات القصرية الاختطاف المتاجرة بالنساء كل هذه القضايا تم تسليط الضوء عليها في بعض التقارير الحقوقية لمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان أيضا تم الالتقاء بعدد من الحالات التي تم توثق شهاداتها بخصوص ما حدث لها في سجون الحوثيين لكن مثل ما قلت لك لا تستطيع الضحايا الظهور على الرأي العام أكان الدولي أو المحلي بالتحدث نتيجة وصمة العر في بعض النساء تم تحطيم النسيق الأسري لهم البعض من النساء تعرضوا للقتل نتيجة وصمة العر الذي خرقوا بها خاصة المعتقلات أو المخفيات تأقصا ولهذا يتم التعامل مع مثل هذه الملفات والقضايا بحساسية شديدة حتى لا تتعرض الضحية نفسها للأداء فيما بعد عندما تخرج وتتحدث هناك نساء قررنا الانتحار أو حالة انتحار داخل السجون ما الذي قد يدفع المرأة للانتحار؟ التعديب الذي تتعرض له النساء والانتهاكات التي تتعرض له النساء تفوق كل التوقعات تفوق حتى تفكير المجتمع اليمني الذي يعتبر المرأة لها مكانة خاصة وخط أحمر نحن مجتمع يمني محافظ جدا نسبة كبيرة من المجتمع اليمني مجتمع قبلي تمتلك المرأة مكانة خاصة التعامل معها بشكل خاص لكن الحوتين تعدت كل هذه الخطوط الحمراء وبالتالي استخدمت النساء كسلاح للضرب على من يعارضها سياسيا أو حتى يتكلم عن الانتهاكات التي تحدث في المناطق التي تحت سيطرتها لكن لم نسمع المنظمات الدولية المعنية بشؤول المرأة وحقوق المرأة لم تكن في مجتوى الحدث خصوصا أن هناك 120 امرأة ما تم إثباته فيما النساء يتحدث عن عدد أكبر أكبر فعلا أين كانت هذه المنظمة؟ أولا زي ما قلت لك المنظمات الدولية لا تهتم بالقضايا إلا التي تصل إليها أو يصل إليها الضحايا بأنفسهم هناك تقصير من قبل المجتمع اليمني في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا لكن هناك أسباب تدفعه إلى مثل هذه التقصير قلت لك حساسية وضع المرأة اليمنية أيضا حساسية القضايا التي تعرضت لها المرأة وبالتالي أيضا حتى الضحية لا تستطيع التكلم أهل الضحية لا يستطيعوا التكلم وبالتالي قد نستطيع بآلية من الآليات تقديم شكوى إلى المقررين الخواص للتعديب أو لمنتهكي حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان عبر إرسال شكوى من الضحية نفسها حتى تكون هناك خصوصية فيما تعرض له وبالتالي سيتم تسليط الضوء على مثل هذه القضايا متى ما كانت هناك حالات مشهودة خرجت إلى الإعلام وخرجت إلى الرأي العالمي وتكلمت عن ما يحدث لها من انتهاكات رحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الحقوقي البارد مراد الغارة رئيس منظمة التمكين للتنمية وحقوق الإنسان مساء الخير مراد مساء النور أهلا أخي عبد الوليد بداية هل الوضع مأساوي كما ترصده التقارير الدولية أم أن التقارير تقلل منه أولا نرحب الجميلة العزيزة والدستراري ونبارك لها حصولها على جائزة الغرورة الخاصة بالنشطين حول الحقوق الإنسان في المساء مؤخرا بالنسبة لموضوع التقارير هناك تقارير كثيرة تصدر عن المنظمات التولية خاصة بالجانب الإنساني وخاصة بالجانب الحقوقي وبتفاصيل الجانب الحقوقي ما يتعلق بالتعذيب ما يتعلق بالاعتقال ما يتعلق بكثير من الجوانب بما في ذلك موابع النساء والأصفال والفئات المهمشة وكثير من الفئات الأخرى من المازحين وغيره كل تلك التقارير قد تكون أو هي فعلا صحيحة ولكنها لا ترتقي إلى مستوى وحقم الكارثة التي نعاني منها الكارثة أكبر مما ترصده تقارير الأممية والتقارير الدولية لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الواقع اليمني أو إلى الداخل اليمني ولكن هناك تقارير صادرة عن منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية اليمنية وهي التي تستطيع أن ترصد وأن تظهر حقم الكارثة والمعاناة الإنسانية سواء من الناحية الحقوقية هل تمكنت التقارير من رصد حقيقة ما تقوم به هذه العصابات أو هذه الجماعة الإرهابية الحوثية؟ نعم التقارير تحاول إلى حد كبير أن ترصد تلك الانتهاكات والممارسات والقرائم نحن نفرزها أو نصنفها في ثلاثة أنواع من انتهاكات وقرائم وممارسات لكن المشكلة في أن تلك التقارير لا يتم الاستعانة بها أو لا يتم تضمينها في التقارير الدولية أو لا يتم التعامل معها بشكل جاد من قبل المنظمات الدولية حيث أن المنظمات المحلية تحاول أن ترصد وتحاول أن تتحرك في هذا الاتجاه ولكن هناك صعوبة وتحديات للطبع تواجهة بمسألة الوصول إلى مواقع الانتهاكات والقرائم بينما المنظمات الدولية يمكنها الوصول في ظل أن هناك تماهي لنقول أو هناك تعاون من تبع المنظمات الدولية وتستطيع الوصول إلى تلك المناطق على الرغم أيضا من نقود تحديات أمام المنظمات الدولية لكن الاعتراف بالحقيقة وبالوقاع وبالواقع القائم الذي توارسه مليشيا الحوثي من الانتهاكات والقرائم لا يتم من قبل المنظمات الدولية فهي تحاول أن تغطي في سبيل أن تنقح عملية السلام أو تغطي فيما يتعلق بالانتهاكات من أجل إنقاح العملية السياسية وهذا ما لمسنا نحن مؤخرا من ناحية أخرى أنا أنصح وأنا أحض منظمات المجتمع المدني اليمنية دعني أقول اليمنية فعلا أن تبدأ بالتحرك فعلا للضغط على مليشيا الحوثي والتحريك المجتمعي وأيضا التحرك الدولي الحقيقي والفاعل وأن لا تظل فقط ترصد وتضع تلك المعلومات والتقارير في مكاتبها أو لديها وأن تتحرك بناء على تلك التقارير وبناء على تلك المعلومات وأن تبدأ ببناء ملفات حقيقية لمحاسبات تلك المينيشيات أو تلك الجماعات الإرهابية المينيشيا والحوثية لابد لنا أن نتحرك الآن وهو الدور الحقيقي الذي افترض بنا أن نتحرك منه كناشطين أو كمنظمات مجتمع المدني نعول كثيرا على الأستاذة هدى يعني يعني بعد حصولها على الجائزة أنه يكون لها ربما صوت أقوى وأعلى وأكثر حضورا في المحافلة الدولية واجتماعة حقوق الإنسان يعني لا أي حد يمكن يعني القول بأن التقارير التي قدمت حتى الآن لم تلامس الحقيقة نحن صراحة نحن في الإعلام في القناة تصلنا شكاوى يعني حول انتهاكات لم تتعرض لها أي منظمة حقوقية ما الدور الذي يمكن أن تقولون به ابقى معي مراد ابقى معي مراد السؤال للأستاذة هدى ابقى معي حقيقة صارت المأساة اليمنية وصار مأساة اليمنين أرقام وإحصائيات على تقارير دولية فقط ويتوقف هنا الحال لكن ماذا بعد ذلك علينا التساؤل ماذا بعد ذلك ماذا بعد الإحصاء أو بعد صدور أرقام أو تقارير دولية علينا كمنظمات مجتمع مدني كناشطين أيضا على مؤسسات الدولة المخولة بحماية حقوق الإنسان مثل وزارة حقوق الإنسان مثل الداخلية مثل الأمن أيضا حماية حقوق الإنسان خاصة في المناطق المحررة كذلك أيضا يجب الانتباه من قبل المدافعين والراصدين لانتهاكات حقوق الإنسان على منهجية انتهاكات تقدب انتباه المجتمع الدولي مثل مثلا استخدام الرسوم على بعض الخدمات لدعم المجهود الحربي لدى الحوتيين فرض رقابة مشددة على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوتيين وهذا ما يحدث حاليا تم إلغاء وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية الآن ما يسمى بهيئة النمشة في مناطق سيطرة الحوتيين هي من تقوم بتوقيه الدعم الأممي والدعم الدولي لمشاريع يستفيد منها الحوتيين بدرجة أكبر ولا يستفيد منها الضحايا أو المجتمع المحلي داخل مناطق سيطرتهم بيع وسرقة المواد الإغاثية كذلك أيضا تغيير المناهج الدراسية وتمزيق النسيق الاجتماعي كل هذه الانتهاكات يجب الانتباه والتنبه لها وبالتالي تسليط الضوء عليها مثل ما قلت لك المجتمع المدني المحلي هو عليها المسؤولية الكبيرة نحن من نجدب انتباه المنظمات الدولية ومن نجعلها أن تعمل ضمن لاحتياجات المجتمع المحلي وليس المنظمات الدولية حقيقة غياب المسؤولية من قبل بعض المسؤولين في حكومة الشرعية مثل وزارة حقوق الإنسان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة التخطيط بأنها أعطت مساحة حرية للمنظمات الدولية وبالتالي هي من تتحكم بالدعم هي من تتحكم بالمشاريع هي من تتحكم باحتياجات المواطن قعلت هناك فساد كبير في بعض مشاريع التي تمنح لمنظمات مجتمع مدني محلي أو تمنح حتى للمجتمع المحلي لا تناسب احتياجه بصورة أساسية براد هناك ضعف في أداء المنظمات في الداخل الأسباب يعرفها الجميع ظروف الحرب والأطراف كلها أساسا تتحد في هذا الموقف يتتصارع عسكريا وفكريا فيما بينها لكنها تتحد في مواجهة ناشطي حقوق الإنسان يعني أنتم تحاربون الجميع إذا ما صح التعبير يعني لكن أيضا خارجيا إلى أي حد يعني نستطيع القول بأنكم واجهتم اللوبي الذي تديره إيران وأذنابها ومن ضمنها الحوثي كذنب من الأذناب بالضرط يعني هذه النقطة التي كنت أرد أن أؤكد عليها وأن نشير إليها دعني أقول أن هناك مسارين للعمل في السياق الداخلي هناك مسار يتعلق بالجانب الحقوقي والانتهاكات التي تمارسها مليسيا الحوثي والقرائم التي تمارسها هناك مسار آخر يتعلق بالجانب الإنساني والمساعدات الإنسانية والتدهور الذي وصل إليها الوضع في اليمن وكل هذا نحن نستطيع العمل عليه ونستطيع أن نرصده كما تفضلت الأستاذ هدى ولكنه في الأخير يضل كأرقام برغم محاولاتنا الكبيرة والكثيفة على المستوى الدولي والإقليمي لإيصال تلك الأرقام وأيضا تحريك المنظمات الدولية والمنظمات الأممية للتدخل للضغط في هذا السياق في المقابل طبعا هناك ضعف لا نقول غياب لدور الحكومة هناك ضعف لدور الحكومة ومثل بزارة حقوق الإنسان وبالمقابل هناك دور كبير تقوم به اللقنة الوطنية للتحرص بالجهات انتهاكة حقوق الإنسان في ربط تلك القرائم وكأنها تعمل بالموازاة مع عمل منظمات المجتمع المدني دعني أشير إلى النقطة التي سألتني عليها نعم نحن نواجه اللوبي الإيراني الذي يعطي الغطاء الكامل والذي يسهل والذي يدعم كل التحركات الحوثية وغيرها في أوروبا أو في المجلسة الدولية للحقوق الإنسان والمقابلات الأممية نواجهه بشتى بشتى السبول وبشتى الفعاليات بشتى الأنشطة باجتماعات برفع تقارير بمحاولة عقد لقاءات مع الأشخاص المعنيين مع الإعلام الدولي حتى مع الناشطين مع الفعاليين المجتمعين في تلك الدول لكن لا بد لنا أن نوصل صوت اليمنيين أن نوصل صوت الحالة اليمنية إلى الرأي العام الخارجي وهذا ما قمنا به مؤخرا في مجلسة حقوق الإنسان في جنيف حاولنا أن نلتقي بطلاب جامعات بأشخاص مؤثرين بمختلف الأشخاص لنوصل ماذا يحدث في اليمن حتى يستطيعوا الضغط على الحكومات وعلى المنظمات الأممية للتحرك الفاعل وليس التماهي مع الحوديين وأيضا ليس أن لا يكون هناك نوع من المهادنة في سبيل المسار العملية السياسية أو تحقيق العملية السياسية التي يبغونها هناك قهد كبير يقب أن نبدله وما زلنا طبعا نحن نقوم به ولكن يفترض أن نبدل المزيد من القهد كناشطين وكمرضمات مجتمع مدني التحديات نعول عليكم كثيرا أكثر من الدور الحكومي لأنه عادة الدور الحكومي يكون مقيد لكن دور الناشطين يفترض أنه يكون أكثر تحررا ونحن نعرف حجم الضغوط التي تواجهونها نعم ونحن دعني أقول أننا كما أيضا نواجه مشاكل حقيقية في التواصل وفي تحفيز أو حتى الحكومات أو الحكومة اليمنية تحديدا بيئة من أجل التحرك ومن أجل المسار الحقيقي من أجل إنقاذ اليمنيين نحن نتعامل أو نرتكز في عملنا أو مرتكز عملنا هم الضحايا وليس الأشخاص الحكوميين أو ليست المنظمات ليست كذا نحن نراعي ونقوم بالعمل من أجل الضحايا وبالتالي يجب أن يكون مرتكزا لجميع موضوع الضحايا وليس أي هدف آخر أو الصيطة أو الصيطة وليغضب من يغضب في الأخير أنتم وليغضب من يغضب تدافعون عن حقوق الإنسان وليس عن حقوق المتصارعي نعم إذن لا أصدقى لكم أستاذ أهدونا أكيد لا أصدقى لنا أحب بس أضيف على كلام الأستاذ مراد الغاراتي أحب أنوه لنقطتين مهمة هي التأثير على الرأي العام الخارجي في دولهم مثلا عندما نذهب إلى فعالية معينة في دولة ما يجب أن نخاطب الرأي العام المحلي حتى يتم الضغط على دولهم بالتالي التأثير على أطراف الصراع هذا من الأهمية بمكان أن نشتغل عليها حاليا كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمنظمات مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الإنسان الشيء الثاني إبراز الضحايا وهم الذين يتكلمون على الانتهاكات التي حدثت لهم بالتالي قد يستقطبون استعطاف وأيضا تأثير كبير غير ما نحن نجي نتكلم كمدافعين حقوق الإنسان ونتكلم عن ما يحدث للضحايا لكن عندما أجلب معي ضحية من الضحايا يتكلم عن الاعتقال أو يتكلم عن الانتهاك الذي حدث له أو أن يتكلم عن التعذيب الذي حدث له هذا قد يستقطب تأثير والرأي العام المحلي وأيضا المنظمات الدولية في ضحايا يعني كسبوا قائزة نوبل لأنهم برزوا الصورة بشكل حقيقي عن التعذيب وعن الانتهاكات التي تعرضوا لها في بلدانهم وبالتالي الضحية هو اللي يقدر يتكلم أكثر من المدافع عن حقوق الإنسان عن ما تعرض له وهو قادر أنه يشرح الانتهاكات التي تعرض لها وبالتالي يجب أن نولي اهتمام لهؤلاء حتى تعلوا أصواتهم وتؤثر على الرأي العام الخارجي أستاذ برد ما علاقة التأثير والتأثر بين الحالة القائمة وحالة حقوق الإنسان يعني لا يحد تتأثر حقوق الإنسان بما هو قائم اقتصاديا واجتماعيا نعم هناك أكيد بالتأكيد هناك ارتباط كبير في المسائل بين حالة حقوق الإنسان التدهور التدهور الاقتصادي والتدهور السياسي أو ضعف الدور السياسي أيضا يعني نحن نعرف مثلا بأن موضوع الاقتصاد هو رافعة السياسة عندما يتدهور الاقتصادي القانب السياسي ما بالك لأننا نتحدث عن الجانب العسكري عندما تتحدث فوهات البنادق أكثر مما يتحدث الرأي أكثر مما يتحدث الجانب السياسي وبالتالي كل المسائل أو كل البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تنهار في ظل وجود فوهات البنادق أو في ظل التحرك العسكري نحن نتحدث عن انقلاب ميليشيا الحوثي التي قوضت كل العمليات الإنسانية والسياسية وتريد التحكم وتريد الحكم في البلد وتريد أن تعيدنا إلى عهد الإمامة نحن نتحدث عن مسألة أكبر مما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة ما لأن العكاسات التي تطال مباشرة الحقوق الإنسان برأيك؟ العكاسات التي تطال حقوق الإنسان أولاً هو غياب المؤسسات غياب المؤسسات الحقوقية التي يفترض أن تقوم بدورها لأن العكاسات تزداد يومياً تزداد عمليات الاجتماعات الحقوق حق الناس في التعليم حق الناس في المعرفة؟ بالطبع هناك أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الموضوع كبير وواسع لكن هناك تقارير مثلاً تتحدث عن مسألة التعليم بشكل متخص هناك تقارير تتحدث عن الأطفال وفي جزئية من الأطفال تتحدث عن التقنيد تتحدث عن التعليم تتحدث عن جوانب كثيرة بالنسبة لعمالات الأطفال هناك ما يتعلق بالنساء والإعالة بدلاً عن الأشخاص الذين يذهبون إلى الجبهات هناك أيضاً ما يتعلق بالنساء واعتقالهم وهذا الشيء المحضور في المجتمع هناك تفاصيل وتخصصات معينة يجب أن ننظر إليها وهي توسعت في أهد الحوثي في ظل الصمت الدولي في ظل الصمت الداخلي وفي ظل عدم حسم كل المسائل السياسية والعسكرية تتوسع يومياً كل تلك الانتهاكات والقرام والمارسة والإدت والمارسة 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 سيدة هداء الفقر عامل مؤثر بشكل كبير كيف يؤثر على مسألة الحقوق الحقوق الإنسانية والحقوق الأساسية للحياة؟ طبيعي نحن مثلاً كراصدين عندما نأتي إلى الضحية ونقوم بأخذ معلومات أو توثيق الانتهاكات الذي حدث له بالتالي الضحية يقول ماذا سوف تعطونا؟ أنا لا وظيفة لا راتب لا أكل لا يستطيع أن يؤمن الحياة الضرورية من أكل وشرب وجهنا حتى في العلام نفس الفكرة وبالتالي مسألة الرز والتوثيق والتحدث عن الإحصائيات والأرقام هذا آخر ما يولي اهتمام الضحية نفسه خاصة الذي يكون لا يملك قوت يومه فبالتالي إنعدام مؤسسات الدولة التي تحمي حقوق الإنسان أيضاً منظمات عدم توقيه من منظمات الدولية لاحتياجات الحقيقية للمواطن البسيط الفقير الذي لا يملك قوت يومه هذا بالتالي يؤثر أيضاً الفقر يؤثر بدرجة كبيرة على أن المواطن يذهب إلى جبهة القتال وبالتالي يقاتل بصفوف الحوتي نتيجة الفقر والعوز الذي يشعر به وبالتالي الفقر يؤثر على كل المقالات أو كل المناحي المحيطة بالإنسان فإذا كانت هناك مؤسسات دولة تعمل على توفير الكرامة وتوفير الحياة الضرورية أو الكرامة الإنسانية للمواطن أثناء النزوح أو الإنسان المتضرر من الحرب بالتالي سوف يتم توحيد القبهات حتى القبهات الإنسانية أو على مدى العمل في حقوق الإنسان لكن عندما تأتي التحدث إلى ضحية هو فقير لا يملك قوت يومه فبالتالي ماذا تستطيع أن تقدم له أنت كراصد أو كمجتمع مدني؟ مراد أختم معك بسؤال كيف يمكن مساعدة الضحايا لضمان حقوقهم وأنه سيتم محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات؟ أولا دعني أقول بأنه لابد على التكملة لما قالت الأستاذة على الحكومة أن تقدم نماذج جيدة فيما يتعلق بحقوق الناس وحقوق الضحايا والخدمات المطلوبة منها في المناطق المحررة حتى الناس يستطيعون أن يتحركوا ويرفعوا صوتهم ويطالبوا بحقوقهم حتى في مناطق تفضل الحروري هذا أولا إذا كانوا لا يجدوا نموذج في المناطق المحررة فكيف سيتحدثون في مناطق ميليشيا الحروري هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بحفاظ على حقوق الضحايا والذاكرة ما نسمي نحن بالذاكرة أو توثيق الذاكرة يجب علينا أن نوثب كافة تلك الانتهاكات والجرامة التي تمارسها ميليشيا الحوثي وعلينا أيضا أن نتحرك فيما يتعلق مثلا في بعض المعتقلين الذين تم إطلاقهم يجب على الحكومة أن تتبنى على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أن تتبنى معالجة ومتابعة أولئك الضحايا وأسرهم هذا الثانيا ثالثا يجب علينا نحن كمنظمات أن نتحرك فعلا بشكل قوي وبالتعاون ودعني أؤكد أنه بالتعاون مع الإعلام الإعلام يقوم بدور كبير في مسألات الخطاب الحقوقي وفي مسألات الخطاب التياسي نعم وأنا أشكر فعلا قناة اليمن اليوم والقنوات الأخرى التي نشارك معها عادة في ما تقوم به من رصد وتوضيح للرأي العام فيما يتعلق بما يحدث في اليمن ومن تفاصيل ومن انتهاكات وقرائم وما رسالت تقوم بها تلك الميليشيات شكرا جزيلا شكر الحقوقي البارد براد الغارتي رئيس منظمة التمكين للحقوق والحريات أختم معك أستاذة هدى والحديث طبعا عن حقوق الإنسان هو لا ينتهي لكن مسألة الحكومة هل كانت أيضا عند مستوى احترام حقوق الإنسان؟ من الأهمية أننا نتكلم ومن هذا المنبر أو أي منبر إعلامي أن هناك يوجد تقصير من قبل الحكومة خاصة في مؤسسات المعنية مثل ما قلت بحماية حقوق الإنسان مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية عدة مؤسسات معنية بتوفير الأمن الإنساني للمواطنة البسيط وبالتالي إعطاء نموذج محترم في المناطق المحررة حقيقة يجب أيضا العمل على تأثير الصراع على المواطنة البسيط وتأمين حياة المواطن أيضا هناك شريحة كبيرة من النازحين في المناطق المحررة لا يجدون قوتة يومهم هناك أيضا انتهاكات ترتكب على مثل هؤلاء النازحون لا يجب توقيها المنظمات الدولية الإنسانية بالعمل مع شريحة النازحين وتوفير المأوى وتوفير الغداء وتوفير الصحة وأيضا الصرف الصحي في الأماكن التي يوجد بها النازحون أيضا مسألة رزة تأثير المباشر على الضحية من الانتهاك مثلا القتل هناك تأثير مباشر لانتهاك القتل أو مصادرة الحق في الحياة الإداء البدني أيضا هناك تأثير مباشر له لا يجب علينا إهمال أو التقصير في مثل هذه القضايا التي يجب أيضا توحيد جبهاتنا كإعلام وحقوق إنسان ومؤسسات دولة وعاملين في الرز والتوقتيق حتى يتم تسليط الضوء وشد انتباه المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحدث في اليمن من مأساة إنسانية حقيقية دامت خلال مرحلة الصراع وما زالت حتى يومنا هذا أشكرك جزيلا شكر قبل أن نختم لا بد من الإشارة إلى أن تغيير الثقافة لدى الجيل الجديد هي أخطر الانتهاكات التي تتعرض لها الجيل ويتعرض لها مستقبل الأجيال القادمة في ختم أشكرك جزيلا شكر السيدة هدى الصراري رئيسة منظمة الدفاع لحقوق الإنسان والحائزة أيضا على جهزة الأرورة للصحوة الإنسانية شكر موصول لكم أيضا مجاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة ألقاكم في حلقات قادمة إلى اللقاء